البنوك المركزية الخليجية توافق الفدرالي في تحركاته نحو رفع أسعار الفائدة ولكن غير مضطرة إذا كان السبب الرئيس هو كبح جماح التضخم لأن مستوات التضخم في المنطقة الخليجية تقف بين 2 إلى 5% إذن كيف تحارب هذه البنوك المركزية مستوات التضخم لديها برامج أخرى ولكن نتحدث عن أبرز البنوك المركزية وكم من المعدلات التي قامت فيها برفع أسعار الفائدة لتتوافق مع المركز أو الفدرالي الأمريكي خشية على سعر صرف عملتها أن يتراجع مقابل الدولار السعودية رفعته بـ 75 نقطة أساس ليصل حاليا إلى 3% نتحدث عن دولة الإمارات رفعته أيضا بـ 75 نقطة أساس في قطر 75 نقطة أساس ليصل إلى 3% وفي البحرين أيضا بـ 75 نقطة أساس ليصل إلى 3.4% ولدينا في الكويت نتحدث عن 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5% لكن كما نعلم جيدا أن هذه هي المعدلات التي كانت قد جاءت من قبل الفدرالي كسياسة لمحاربة التضخم إذن هل فعلا المنطقة الخليجية تحتاج لرفع أسعار الفائدة لا يجد الخبراء داعي لذلك نجد أن مستويات التضخم ما تزال في حدودها المنطقية في هذه الدول تحديدا السعودي 2.3% الربع الأول في الإمارات 3.3% بنسبة لقطر في يونيو 5.4% وهي الأعلى خليجيا في مستويات التضخم البحرين 3.5% والكويت 4.5% حتى مع هذه المستويات سياسة رفع أسعار الفائدة ليست هي الحل طيب كيف ستواجه الحكومات الخليجية طبعا مستويات التضخم المرتفعة إذا لم تكن آلية رفع سعر الفائدة هي الحل مستويات التضخم العالمية بدرجة كبيرة المستوردة هي التي تؤثر على معيشة الأفراد في السعودية تم تقديم برامج دعم مالي لمواجهة تداعية ارتفاع الأسعار 50% من هذا البرنامج يذهب لمساعدات نقدية مباشرة وتم تخصيص 5 مليارات و300 مليون لدعم الأسر في الإمارات لمن لا يتجاوز دخلهم 25 ألف درهم شهريا لديهم إعادة هيكلة في برنامج الدعم لديهم وتصنف الإمارات 25 ألف درهم كراتب شهري بأنه محدود الدخل هذا هو بالنسبة لمقاييسها والدعم يأتي ب7 مليارات و600 مليون دولار كما ذكرنا للأسر التي دخلها فقط 25 ألف درهم في البحرين صرف مبلغ شهري إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل طبعا كل دولة لديها مقياس في احتساب الحد الأدنى ليس الأجور وإنما للمعاش الشهري صندوق النقد ماذا قال عن دول المنطقة الخليجية وتوقعات بوصول التضخم لدينا بنهاية 2022 إلى 3.1% كمتوسط طبعا لدينا ذكر أنه مع ارتفاع أسعار نفط إلى 100 دولار للبرميل فمعظم البلدان في المنطقة ستحقق فوائد في ميزانيتها لهذا العام وستعود أيضا للاستثمار في صناديقها السيادية في الكثير من الأصول التي تراجعت قيمتها حول العالم نأخذ رأي بعض من البنوك التي تتأثر بالتأكيد برفع أسعار الفائدة على سبيل المثال جاءت تصريحات للمدير المالي المصرف أبوظبي الإسلامي لسي انبيسي عربية محمد عبد الباري قال كل 50 نقطة أساسي ارتفع فيها سعر الفائدة تمثل 100 مليون درهام زيادة في الأرباح على محفظة القروض بالتأكيد ولكن أيضا في ذات الوقت لا ننسى أن تكلفة رفع سعر أسعار الفائدة على الوداع ستكون مرتفعة كذلك لهذه البنوك اشتركوا في القناة